غزوة جيمسون الحلقة 141 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتاعت لتتوصل بطول جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأفكر مصدر ومرجع المعلومات غزوة جيمسون حادث استعمار هام وطع في جنوب إفريقيا في 29 تيانون الأول ديسمبر 1895 ميلادي وما هذا لوطوح حرب البوير بين بريطانيا والمستعمرين من أصل هولندي البوير عندما أقدم الدورتور ستور جيمسون مدير الشهيطة البريطانية لجنوب إفريقيا على قيادة 470 فارسا من بوستوانا لاند إلى ترانسفار بنية التقدم مسافة 180 ميلا إلى جوهانسبورد لانضمام العمال الأوروبيين المناوئين للبوير وإطاحت حتومة بول ترودر وتتفشلت هذه الخطة نظر لامتناع العمال الأوروبيين عن الالتحاق بالثورة ولتمتون بوير من إلقاء التفض على جيمسون نفسه وقد تمخذ عن ذلك اضطرار سيسير روتس لاستعمار البريطاني الاستطالة من منصب رئاسة الوزارة في مستعمرة الترب لعلمه بالمؤامرة وارتساب البوير انطباعا مضخما عن قوتهم ميزار البريطانيين ووطعهم تحت وهم قدرة ألمانيا ورغبتها في تأييدهم في مطاوماتهم لبريطانيا وعلى الرغم من تبريات لجنة التحقيق البريطانية لساحة جوزير تشامبلين وزير المستعمرات البريطاني فإن الدلائل التاريخية تؤكد ظلوعه والتامل في تأييد في تأييد الثورة على البوير في جوهانسبورد تم أن معاملة الحكومة البريطانية لجيمسون نفسه فيما بعد وتعيينه رئيسا لوزارة مستعمرة الكاب من 1904 إلى غاية 1908 ميلادي تدل على التأييد البريطاني لغزوة جيمسون تدل على المحمد وعلى المحمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد